موسيقى لنبع حضرتك ولكم التحية ونهارده سيادة الرئيس كان فيه اجتماع مهم جدا كان بيتبع فيه مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي ووجه سيادته بالدراسة المدقق لأي تحديات راهنة وكمان تعظيم الاستفادة القصوى من انتجات المشروع اللي بيستهدف زراعة مليون ونص فدانة على مستوى الجمهوري نهارده كمان البرلمان كان فيه طلبات إحاط واسئلة موجهة لوزيرة التنمية المحلية ليها علاقة بالتباطئ في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسهيل إجراءات إصدار ترخيص البناء خلينا نعرف تفاصيل أكتر بين سيد النايب عمر درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب سيد النايب مساء الخير فان مساء الخير أهلا سلام بحضرتك أهلا بحضرتك سيد النايب إيه اللي حصل النهاردة وخصوصا الناس منتظرة إنه يبقى في جديد في قانون والتصالح في مخالفات البناء آه طبعا إن شاء الله بس سمحيني في الأول نقول أنا أتمنى بس حضرتك تعالي الصوت شوي آه حضرتك سمعني كده يعني يعني مهم إنه إحنا نقول إن قيمة الجالفة النهاردة آه إنه يعني إحنا فتحنا ملفات آلو أنا سمع حضرتك فان إنه إحنا يعني فتحنا نقاش وملفات يعني تغصب الباطل بشكل مباشر لأن من واجب المجلس وواجب الحكومة إن الملفات اللي إحنا بنحسن لها تأثير إما إيجابي أو سلبي على المواطن إن إحنا فتحنا في مجلس المواطن طبيعي فكان من أبرز الملفات اللي تم فتحها النهاردة هي مسألة التباطئ في إجراءات اتفصله على المخالفات البناء وصلتوا لإيه الأسباب فان طيب شو سحرك هو الأسباب متعددة يمكن أبرزها اختلاف يعني فهم المحافظات ما بينها ومن بعضها على فلسفة القانون فبنلاقي إن بعض المحافظات بتطبق القانون بشكل يختلف عن المحافظات الأخرى وده يمكن كان الأبرز فيش حاجة سبتة تنفع إن هي تسيرة على كل المحافظات لا هو المفروض إنه يبقى فيه حاجة سبتة طبعا أنا بقول أنتم ما لقيتوش حاجة سبتة إحنا لقينا اختلاف حتى كمان فيه فهم فلسفة القانون يمكن أنا كانت في إحد كلمة النهاردة أنا قلت إن فيه بعض المحافظات بتجدي رخص الإحلال والسجد والارتفاعات لما انت حصل على نموذج عشرة نهائي في حال إن بعض المحافظات ما بتمنحش هذه الرخص لما جينا نقيس كمان التعدي على الأراضي التراعية وجدنا إن المحافظات اللي منحت الرخص حجم التعديات فيها أقل بكثير من المحافظات اللي منعت الرخص إحنا بنقول ده ليه؟ إحنا بنقول ده ليه حدك؟ لأن زي ما احنا بنسمع دوقات الفادة السياسية مهم إنه يبقى فيه حلة من المكشفة إحنا زي ما بنقول للمواطن إن إحنا تقدمنا في الإصلاح الاقتصادي وعملنا مشاريع بنية تحتية المشاكل المتعلقة دي هو بشكل مباشر محتاجين كمان نحلها أي يعني تخيالي حضرتك مليارات الجنيهات يعني مهضرة لعدم الانتهاء من النظر في طلبات التصالح نعم عندنا إشكالية أفضل في الكامل القانون اللي تم إقرار عليه الطلبات وده كان أحد أبرز النهار للدعوات ليه يعني ده القانون جديد لحل الإشكاليات اللي كانت في القانون القديم كل دي لو حصلت ومنحنا الرخص للمواطنين بالقانون هنمنع بقى التعادي على الأراضي الزراعية هنمنع البناء المخالف هنقفل باب من أبواب الفساد لأن إحنا رخضنا أيضا حالات إن بيتم البناء المخالف من خلال موظفين في الإدارات التنمية المحلية نعم يبقى ده معناه إن إحنا عشان نحل هذا الملف نحتاجين لأمرين مهمين جدا أولا تكون الرؤية واضحة لدى جموع المحافظات ويكون في كتاب دوري وعمم على كل المحافظات بالإجراءات السليمة للتنصالة وفي نفس الوقت إن إحنا نشدد الرقابة على المحليات وهي بتنظر في هذه الطلبات نعم وبعد كده نقدر نقول للمواطن ما تخلفش نقدر نقول للمواطن إزاي ما الدولة سمحت لك بإنك تقنن وضعك لا يجب عليك أن تخالف أو تعددي إما بالبناء المخالف أو التعدي عن أراضي الصراعي نعم بس سياسيات النائب الموضوع ده قتل بحثا من المفروض في البرلمان عند حضراتكو وحضرتك النهاردة رغم أنه حصل كلام كتير قوي فيه حضرتك النهاردة طلبت بتشريع جديد للتصالح في مخالفات البناء لسه هنرجع تاني للمربع صفر لا إحنا مش هنرجع للمربع صفر إحنا عندنا تجربة سابقة عندنا ملامح فصلت من أصل التطبيق للقانون السابق تستدعي أن يلقى فيه قانون يعني يصح هذا المصار وده مش عيض لأن في الحياة التطبيق يعني أفرض حالات كتيرة جدا يعني على سبيل المثال اللي قننوا أوضحهم خارج الأحوزة العمرانية ده محتاج تقنين لأن فلسفة القانون في الأصل هو تقنين المخالفات والتعادلات اللي حصلت على يعني مدى عشر سابقة فما فيش مانع يعني بص حيث أنا عندي أزمة حالية لازم أفكها إما بتشريع أو بقرار تمام والنهاردة المحافظات كانت مكبلة عن بعض الحالات اللي تتمثل تعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف وفقا للقانون السابق محتاجة عديل تشريع أي لو حكت تذكري كان رئيس الوزراء وجه بالتصالح على مخالفات البناء في القرى نعم تكتفى على المواطنين نعم أوضاع يعني أولاية المواطنين فكنت في حاجة إلى تشريع جديد وأعتقد أن التواف في حديث ده وأسمع ما يتطرح به دولة رئيس الوزراء في فترة قريبة نحن أن الحكومة بتجاهز مشروع للتصالح جديد فبالتالي إحنا ماشيين في إطار واحد وفي الصياق واحد الغرض منه إيه حضرتك إن إحنا بنخف الضغط شوية في ملف في منتهى الأهمية وبندي متنفس للمواطن البسيط اللي هو لجأ إلى مسألة التعدي لأي سبب من الأسباب إنه يقنن وضعه تمام تلافى المشاكل استبقى ولما نحط القانون الجديد نحط خط أحمر لا يبوز تعدي عليه بعد كده في البناء المخالف إما على من غير رخصة أو على أي أرض طرعياتي تمام النهاردة تم طرح إن فيه 2.8 مليون مخالفة وحتى الآن لم يتم النظر فيها إلا في نسبة 3% من هذا الرقم صحيح وعايت بس أقول لحيك حاجة مهمة إحنا بنتكلم على كيفية التعامل هاي قولي زي بس حوابها حاجة مهمة إحنا بنتكلم على ما تم رفض ومن تقدموا بيه التصالح هناك أعداد كبيرة جدا لن بتقدم بتصالح والرقم ده قبل الزيادة نعم دي ما قلت لحضرتك هو نسبة 3% لإن فيه حالة من يعني يعني المحافظات مكبلة بلا وهو ده اللي إحنا محتاجين نعدله محتاجين نفكه محتاجين نوضحه ولا مانع وذي يبقى فيه تشريع جديد يحل هذه الأزمة إننا بس بتمنى من الحكومة إننا إحنا يكون عندنا نظرة واسعة وشاملة لمين كمان لي مش بس لتعدى لمن لم يتعدى لأن برضو من لم يتعدى واحترم الدولة والقانون يواجه الصعوبات في التصالح ترخيص بس ده أنا بدور النهاردة على إن أنا أحل مشكلة ما انتعدى وأترك الملتزم من غير ما يبقى عنده أيضا فرصة للبناء بشكل قانون وسليل ده شيء غريب كان رد الحكومة إيه فن يعني ده بقى في إطار البحث في القانون الجديد وإن أنا أدي النهاردة تكييف معين للمحافظات إنها تمكن المواطن من إنه يبني بشكل قانون ومش أقولي أنا تصالح للمخالف وأترك الملتزم من غير ما يبقى عنده وبقى معطله أي موضوع مهم جدا برضو ذكر النهاردة في إطار التصالح إحنا محتاجين نلقي نظرة مهمة على مسألة المقابر في عموم الجمهورية لأن في العديد من الحالات تصل إلى آلاف الحالات من لجوا إلى التعاد بالبناء المخالف لبناء المقابر أي في عدد كبير جدا من المصريين مش لقيين مقبرة للدفن أي محتاجين أيضا نظرة مهمة في هذا الملف علشان برضو أنا عندي حيز خاصة المقابر هنا المسألة برضو ليه علاقة بالترخيص يا سيد الناب آه طبعا ترخيص وتصالح أي ودائما بتكلم عن الحيز العمراني للمباني يجب أنا أتحدث أيضا عن الحيز الخاص بالمقابر عشان ندي برضو متنفس إحنا بنحاول من خلال الكلام ده يا فني إن إحنا نمنع مسائل التعدي وإن إحنا نوجد يعني قانونية البناء بشكل قانوني عشان أقدر بعد كده حسب المخالف طيب سيادة النائب في الأرياف وفي المحافظات عندنا في كتير على ما تبعت يعني ناس كتيرة بتبني مدافن بدون ترخيص هل دول محطوطين في الحسبان حيتم التعامل إزاي؟ ده بقى لتحدثت حضرتك عليه برضو النهاردة هناك إشكالية في مسألة تصدار ترخيص المتعلقة بالمقابر والمدافن في عموم الجمهورية المشكلة دي منقصة وزارة النية المحلية ووزارة الزراعة أي يعني تضييق الخناف على المواطنين في هذه المسألة وحيك عارفة طبعا يعني قيمة الدفن بالنسبة لي على المصريين في عموم الجمهورية يجب أن أمنح متنافس أيضا للمواطن إما أننا أمنح الوحدات المحلية مشألة مرح الترخيص صلمة في حيز المقابر أو في الكتلة المتفق عليها في أي مخبرة أو أننا قد امتاحها وزير التبنية المحلية والمحافظ الزارة الترخيص لكن النهاردة المواطن لما بيجي يلجأ إلى القانون بيصطدم بأن وزارة الزراعة بالقانون تمنع البناء على أراضي الزراعية طبيعا أنا محتاج أعمل توسع في الأحوذة الخاصة بالمقابة علشان ألقي برضو فلسفة التعد وفلسفة البناء المخالف وبرضو مش بس المباني حتى كمان الترميم أو الإحلال والسجد المقابر الحالية بما أنها برضو كانت تحت بند ومندركة تحت بند التعدي على الأراضي الزراعية لا يستطيع المواطن اللي لا يحلاله هو ليه فاندم القانون ده مشكله كتير مزعج يعني بمعنى مش بسهولة في حلول بالعكس كل شوية بتتصدر للقانون ده أزمات جديدة طيب أنا برضو هقول لحضرتك لأن برضو ده أهم الأدوار اللي يجب التصالح ده إحنا المعبة لم يجي نعتمد الأحوذة العمرانية أو فردونات المباني اللي جان اللي بتمزل تعاين للأسف بتبقى فيه فجوة ما بين اللي موجود على الورق وما بين الطبيعة فالمساحة اللي بيديها للتصالح أو للبناء داخل أي قرية أو عزبة أو نجعة أو حي هي مساحة أفل كثيرا من الواقع فبنصطدم بأن المساحة اللي خارج بقى الحي الحي هل واضح أن المسألة للقانون ده مطول ولا يعني محتاجين أصحنا محتاجين تحرك سريع والله إحنا بالنسبة لنا أو في المجلس يعني إحنا عندنا رؤيا عن هذا الخانون وثوما أعلنت أن الخانون في طور الانتهاء ودي برضو شيء نصني عليه أن هم استجابوا بشكل أو بآخر لإحتياج المواطنين إحنا بسه أنا عايز أشهد لحاجة مهمة حي إحنا نتحدث في هذا الملاب يعني المقصف فيه أن إحنا نساعد في عدم تأكل الرقعة الزراعية نساعد في عدم مخالفة المواطنين للإستراطات البنائية ومخالفة المواطن للضابط والفواعد فما حلوش يلجأ للبناء المخالف ده محتاج يكون عندنا فلسفة ومرونة داخل الحكومة إن أنا أمئل الواقع فيكون عندي عرض أمين للمشكلة هنوصل للحل بسرعة نتمنى نتمنى إن ده يحصل بشكرك سيدنا بعمر الدرويش شكرك شكرا جزيلا نهاردة كمان مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون التطوير العقاري رئيس الوزراء نهاردة دكتور مصفة مدبولي ناقش مشروع قانون التطوير العقاري وده المفروض هيعمل ضوابط للمطورين العقاريين بشأن بيع وحدات مشروعات أرحب المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب سيد النائب مساء الخير فان مساء الخير اهلا بحضرتك اهلا بيك ايه أهم البنود النهاردة اللي تم التوافق عليها أو حولها فيما يخص أو يتعلق بضوابط بيع الوحدات طب خير نتحدث على ان تلتفج هذا القانون هي قائمة على توازن بين أطراف ثلاثة الطرف الأول هو الحكومة أو جهة الولاي والطرف الثاني هو المطور العقاري والطرف الثالث وهو مشتري الوحدة نحاول ان هذا القانون يخلق حالة من التوافق بشكل يؤمن مشتري الوحدة بأليات اخرى ما تكون الى ان يحقق ضمانة حتى نحافظ على الاستثمار العقاري وكاذباته بشكل كبير جدا للقصة القادمة لأن الحقيقة مشتري الوحدة يعني احنا معانيين جدا بانه دايما ايه آليات وضمان ضد من شخص يبقى الاستثمار في هذا القطاع هو استثمار واحد وجايد اصفة بما كان الفنوات المطوية ده رقم واحد رقم اتنين هو انه فيه سلوط والشرطات لها علاقة بالنسبة معينة من التناء تبقى لقدرة المطور وسبح للتنفيذية وقدراته المالية لابد من تحتفتها قبل واخنا وضعنا تروط يعني برضو ده تؤدي الى اصطاع السطير الاخار يعني عملنا تروط مختلفة من ضمنها انه ممكن يكون اما ينفذ النسبة المحددة بيه تبقى اللي شريحته او يكون عنده موافقة اهتمانية بنكية على هذه الخيمة من النسبة او يكون هيطريقة على مصروع سابق التسليم او عنده كيف من هذا المبدأ يعني اوجات ده خمس ست بدأ في نفس الوقت المهم جدا انه اتأمن مشتري الوحدة اللي بيشري في مشروع لسه او لسه مدناش انا نكلم كل ده على المشروعات اللي مش مبنية المشروع المبني خلاص العمير سايش الوحدة بتاع بالزبط احنا نكلم تأمنوا من ناحية ايه سيت النائب من ناحية انه يبقى ضمن فلوسه انه المطور ده والشركة دي مش هتنصب عليه ويضاف مستريح جديد للمستريحين اللي موجودين الجود ولا ولا معاد الاستلام بالزبط الضمانات احنا حصينا شروط محددة هذا التطور اللي هي ايه ان كل محجم الشركة وتركيته تكون قوية وبالتالي هي شركة موظوظ بيبقى فيه نسبة ضمانة اقل كل ما تكون الشركة عندها حداثة عهد او عندهاش كبراء او عندهاش تسليمات طبيقة كلها بتكون آلية الضمانة اصبر بس ده مش هيفل السوق على مجموعة بعينها وكده مش هنخلق مش هنخلق متورين جدد ده من فئة اتحاد المطورين اللي هو امر مهم جدا عشان يصنق المطورين وعشان ما يتقاش فيه مطورين حسن مناية ومحترمين ومرتزمين لكن ياخدوا مشروع اكبر من قدرته فهانتج عنه تعصر بشكل او باخر هيا كبر من قدرته بالتالي لازم يكون قصوة من اتحاد المقاولين حضرتك لها تعملي عملية مقاولات فتدريش تجيبي مقاول لك الفئة المناسبة لحاجة العملية تمام اتحاد منظم لهذا احنا برضو المطورين هنعمل دفت القانون بيتعامل مع ملازين مع ملازة المطور الاخاري وتطنيقه واللي هيبقى عنده غرصات هيتعاقب ازاي دي حاجة مهمة جدا عشان مطور ايضا يبقى تحت ومن الجانب الاخر تتأمن المشتري انه لو بيشتري من فركة عندها حدا اكتعاد يبقى هذا المطور عمله من الضمانة المالية او التنفيذية بما يكافف انهو اخده من العديد وانه ممكن يحصل المشكلات وده غير لكي احنا ساكنه انه موزون وفي طالح سياد يعني عندي معلش كذا تفصيلة كده محتاجة حضرتك فيه هل القانون ده او هل هذا الموضوع له علاقة بانه لازم يبقى فيه نسبة من المباني اتحققت على الارض من المطور او نسبة انجاز ايا كانت ايه هي ليه لانه ناس كتيرة بنسمع انها واخدى فلوس من الناس وبتديها بلان مش ما فيش حاجة واضحة على الارض وبيتأخر مواعيد التسليم وفي نفس الوقت بالتوازي انهما بياخدوا كل اللقصات الخاصة به طح هو ده الموضوع اللقصة بالضبط هو اللي احنا بالنقص ومنقضل في هذا ان المطور لابد ان يكون في نسبة تنفيذ سواء على الارض تنفيذيا او في الان بنج وحافة في نسبة من حجم الاعمال اللقصة 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 وعملنا النسب تختلف المطور حجمه وصمعته وتاريخ وفضراته متفعة جدا يشتغل لكن يشتغل في المتاحة المناسبة يعني يعني قدرته سأله سنة بيتسغل وعنده مثلا خدرات خمسة على عشر مية وسأل فقدان وده اكيد هيتعثر نفسه اي نقط جدا احنا بنحاول نؤمن الاخراف لان حق مستري الوحدة امر مهم جدا ان هو بيطع في الوحدة العبرة في هذا قطع بالتسليم التسليم هو اهم نقطة احنا بنص إليها حتى يكون هذا السوق بشكل كبير جدا جدا مستئن يعني على استمرارية التكتير ومستقر السوق ده سوق مهم اي مهم بكل يعني بكل القطعات بيدعم افتر من استماع فرعية ويستغل افتر مكافر عام ففكرة الاستمرارية لهذا الفطاع الهام استمراريات مهمة جدا والمشتري مهم جدا في هذا العملية بيتجي لازم وده فيه آليات ضمانة في هذا طيب بشموان ستار هل بمنتهى الصراحة ارتفاع سعر الدولار عامل مشكلة في التسعير وفي حال التوقف مبدئيا من المطورين حصل طبعا بعد حرب اوكرانيا ان الاسعار السعر على الدفاع الكنيوني يعني الحديثة لها من 11001 وعشرين وعشرين ألف تقل وعشرين يوم لكن الحمد لله ما حصل إعادة سوازن يعني إعادنا مع دولة فريسة الوزراء وطرحنا عليهم بمتهى الوصوح والأمانة والحقيقة دولة فريسة الوزراء اجتمع مع مصنع الأثمانس ومع مصنع الحديث وكمان الأمر العالمي في ساكل عام زي حصل له انقباض من تجاوى 250 دولار ده كانت النتيجة ان الحديث والأثمانس تراجعه بنسبة مقبولة يعني النهاردة همتكلم 18 ألف ثنيه بعد ما حصل 22 فبالتالي عصل نوع الأنواع المتزان في الساعة بلا شك ان الناس عندها تخول ان هو اللي بيديع النهاردة بشقدر يتطمن ان الساعة ده حيستمر قد ايه نحن نسمع عن تغيرات وشوية بنتكلم عن حاجة بين أمريكا وطيوان وطيوان يعني كل سوية بتسع أمور قد تصير زي ما حضرتك بتقول انه المسألة داخلها حاجات كتيرة قوي مشاكل مستوردة يعني يعني معظمها مستوردة هل نتيجة اللي حصل ده الأسعار مثلا زادت بنسبة قدية الأسعار زادت بين 10 و20 المائة حتى 10 المائة تفقى لكل الشركة وقالها بعض الشركات توقفت عن الطرح المشركة الجديدة حين ما يستقر التوق وترى تقيم تقييم دقيق لكن الحقيقة على الأرض هو النبعات زادت يعني هو اللي حصل إخبال أكثر من الناس إنه هما شاكوا إنه الارتبعات دي بشكل أو بآخر العقد اللي بيتم إبرامه مع المطور الأسعار بيتم بطيمة الوحدة فبالتالي مشتوري الوحدة بيضمن نحافظ على المستوى السعري بتاع النهاردة وده كان سبب في حاجة نبعات في حاجة انتفافه على جير المطور وإن كان إن القراءة دي هي قراءة يعني طبيعية غريبة 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 شوية غريبة شوية هل دي معلومة هل دي معلومة يا فندم مؤكدة يعني هل دي معلومة بالورق بالألم مؤكدة إنه الحجز زاد والناس بقت مقبلة رغم زيادة الأسعار في حاجات كتيرة جدا ده خل الناس بسكل مؤكد السعرين اللي كانت تحصل مبعات أكثر من كل شكور السابقة والمقامة ديها ده قطعيا والحقيقة هي إجابة على سؤال في السرح دايما في اللحظة كتير هو أنا هحط كوتيتين وحفظ كتير ما فيه للوسائل اللي احنا عارفينها يحط وضيعة بالبنك يحط بالجهب يحط بالأقرار يحط بالبرفا بالقراءة السابقة والحالية بتثير أكثر إلى استقرار العقار لكن هل العقار مازال بكلام حضرتك إنه العقار مازال مفهومه عند المصريين إنه ده استثمار ده بعيدا عن بعيدا عن مفهوم المصريين حضرتك كمتخصص شايف إنه مازال العقار استثمار بالنسبة للناس معروضي كتير ده أيها بطول النقاش الإجابة ده محسومة ومخصوعة يعني الأقرار استثمار بالشكل قدعي الفصة في خطرة الثلاثة ده الفصة اللي انتور تفعي وفصة زيادة الوحدة اللي جاي نتيجة المتغيرات خارج عن الإرادة ده مالك سببتها مستورات المتغيرات المتغيرات ده مستغيرات مع زيادة المعروض كان زمان مفهوم المصريين غير مسألة الدهب وغير وغير كان يقول لك لأ انا اشتري شقة والشقة دي لما او ارض و لما الدنيا تغلى ابحة اكسب فيها مش ده الكلام البسيط اللي اهلينا بيقولوه تمام مع زيادة المعروض بالقصد دلوقتي في رأي تاني لبعض المتخصصين ايضا يقولك ان العقار ما بقاش زي الاول نوع من انواع الاستثمار الامن لانه بقى بصعوبة ان حد يدفعكاش لانه المعروض بالاستكتير لا بحضرتك الربط عن اقضاء سهل جدا والحقيقة دازم اتهم بالمتخصين العقار ما زال القبلة الاولى بالاستثمار ومخضر بالكيمة بدون نقال وانكال لنا بناش منحدث على معطيات القربية خلينا نتحدث عن الماضي عبود اكرة عشر اتناشر سمس نعم الاخطار يتضاعف بنسبة من خمس الى سبع اضعاف في كل المشروعات الااخرية المختار مخضر صحيح الواحدة اللي كانت مجمع مليون فات من خمسة الى سبع اذا هذا واقع نحن نتحدث عن واقع لكن هل برضو بتتكلمي عن المشكلة تانية حقيقية اللي هي قدرة الصلاقي قدرة الصلاقي حلها التمويل الاخطار هيتمر هذا الاخطار جاذب طالما سيكون هناك تمويل اعطار يحدث حلقة الصلاقي بين المختار لان المختار محتاج الواحدة فعلا ولان كل الاخطار حديد فعلا فبالتالي هذي الزيادة اللي هي خرج ارادة المال تبس بالنسبة المختار نعم تمويل العقار هنا انه لو انا حبيع لحضرتك ارض او بيت البنك بيتفعل الفلوس وحضرتك بتقصت مع البنك بالضاف التنوات خويلة باجراءات بسيطة على مستار الوحدة دايما المستار العقار يمتخد كل المستار الزيادة لكي المستار الوحدة مهم جدا ان احنا نسهلوا الاجراءات خصوة بيجتم التمويل التمويل بيبقى على خماتين وعباتين بيبقى اجراءات مبسطة ببتخرج نفس السياعة احنا عادينا شكرك فندم شكرا جزيلا وانسترق شكري ببقى سعيدة جدا اكيد زي اي حد لما بيشوف كلمة تراجع في الاسعار وكلمة ارتفاع الاسعار بتزعج اي حد حتى لو على سلعة هو ما بتعملش معاه يعني مثلا انا ممكن اكون مش هشتري زي ما كنت بتكلم دلوقتي مثلا مع الموانسط طارق بيت او ارض او بتعفى مش مستفيدة اوي من فكرة انخفاض اسعار الحديد او الاسمنت او او بقدر ما في حاجات كده الكل بيشترك فيها اللي هي الاكل والشرب النهارده اسعار الرئيسي بيعتمد على ايه ان انا ممكن اعمل مكالمة مع حضرتك دلوقتي حالا تقول لي انه فيه تراجع فيه اسعار الدواجن والبيض ممكن بكرة الاقل الخبر مكتوب فيه زيادة في اسعار كذا وكذا وكذا من اللي بيتحكم لا كلام حضرتك مظبوط 100% انه فيه تراجع ربما وصل الى 25% منذ انتهاء شهر رمضان الكريم والنهارده الدواجن فيه المزرعة 3031 كانت اخر رمضان 4041 في المزرعة فالنهارده فيه تراجع كبير لكن القضية الاساسية عشان احنا بنتكلم كلام الكلمة الاخير حدد اقول هل انا ممكن بكرة اوفاجأ ان فيه ارتفاع تاني ها يعني انا اريد دلوقتي ان فيه تراجع فوانا قعدة بتفرج على التلفزيون انا قلت بكرة هتكلم بتاع الفراخ او بكرة هنزل السوبر ماركت اشتري يا جماعة فراخ لانها سعرها قل تمام هنزل بكرة لقية غالية تمام اقول حضرتك دائما وابدا احنا بنحب التراجع يكون من خلال التكلفة الفعلية للمنتج وده بقى تراجع ممتاز وجايد جدا ويستمر هذا التراجع بمعنى التراجع اللي ممكن يتغير مرة تانية بعد ما حصل انخفاض يحصل ارتفاع اللي هو القوة الشرائية للمواطن المصري او عدم وجود طلب وبناء عليه يحدث انخفاض لالسلعة اللي انا براحش تريعا وده اللي حادث دلوقتي خلي بالحضرتك لان العلف ما زال مرتفع عند 11750 دنيا ده كان سؤالي رغم ارتفاع اسعار الاعلاف معنى كده انه مسألة عرض وطلب ان الاخبال ما كانش كتير على الشراء بالزبط دي امرة واحد الاخبال ما فيش القوة الشرائية بدأت تبقى ضعيفة انا تذكير المواطن المصري وفترة حضرتك لما دخلنا بحضرتك مداخلة في رمضان وقلنا المواطن المصري حسب مدخلاته بيبعا عنده استراتيجية خاصة وظهر ده بيفكر فيه عيد الاصحى نعم العيد جاي من دلوقتي طبعا من دلوقتي طبعا اللحوم غالية وانا العلاف غالية فاللحمة ما انخفضتش الرجل اللحمة اللحمة بتزيد طبعا العلاف غالي مش عايز زنزل العلاف بخلي بالحضرتات الازمة العالمية اللي عنده كل الناس مش عندنا بس موجودة ما زالت اثارها موجودة في كل الدنيا انا بس تورد مستلزمات انتاج من الخارج عندي مشكلة ما زالت في اوكرانيا وروسيا عندي مشكلة بالنسبة للمدخلات اللي انا بدخلها وكان افضل شيء اللي انا شوفت هذا الاسبوع اللقاء الذي تم مع السيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وان احنا بنتكلم على الدلسة الجديدة وانا عندنا افاق جديدة اللي لابد ان يتمي زراع مستلزمات الانتاج محليا حتى لا يكون التغيرات العالمية والمشاكل العالمية تأثر عليها وده كان شيء مهم جدا واخنا بنتكلم من الزمان وده الرؤية الجيدة التي يجب ان نتحرك احرات ايجابية عشان اوفر مستلزمات الانتاج محليا عشان اي خبطات او اي مشاكل عليها ما يتأثرش عليها نبقى احنا جازين صحيح وده الله يخالي ده اللي احنا بنتكلم الحمد لله ده فكرة جيدة واخنا نتحرك في ذات المساحة المنزرعة من الدرة والصوية لان دي مهم جدا مستلزمات الاسمية للأعلاق بإضافة كمان زراعة المحاصيل الزيتية لانا بيستور الزيوت من بره بشكل جديد جدا وده شيء جيد جدا لكن انا اتمنى انا اتمنى ان يكون دائما وابدا التراجع للسلع الاستراتيجية من خلال تكلفة الفعلية لهذا المنتج عشان استمرارية الانقفاض نعم لكن مبدئيا وحضرتك شاورتلي على قصة العيد الأطحى يعني كل سنة وحضرتك بخير معنى كده انه هيبقى فيه استمرار في انخفاض اسعار الدواجن والبيض علشان الاقبال اكتر هيكون على اللحم ده مهم جدا ان نقول للمواطن لكن انت قلت كلمة مهمة جدا عشان ما نتحكش على الناس ان قلتلي الانصفاضات دائما وابدا حينما تكون من خلال التكلفة استمرارية للانخفاض لكن انا النهاردة لو حصل انخفاض اكثر من اللازم والمنتج نفسه ملاقاش انه عنده مردود اقتصاد للمنتج اللي انا بربيه هيطلع برا المنظومة فيحصل شحية حتى لو توازن توازن العرض مع الطلب هيحصل في ارتفاع وده اللي انا مش عاوش تمام تمام فده اللي احنا بنحاول نوضحه ونقول يا جماعة احنا الحمد لله وضعنا مستقر افضل من اي مكان في العالم رغم الازمات الموجودة لا الوضع جيد احنا الدولة بتحاول قدر الاتطاع وحسب الامكانيات المتاحة ان توفرك اللي انت عاوزه نعم فاحنا ما حد الشهاد يتكلم على الارتفاعات العالم كله في ارتفاعات واحنا جزء في العالم استحالة ان احنا بنعينها او بمنق عن العالم لكن احنا الدولة بمقرص طعب تحاول تتحرح ايجابية تشيل الازمات العالمية تتحرح وده رؤية مستقبلية جيدة جدا من التماني احنا كلنا نساهم في هذه الرؤية ونساعد ادارة الدولة ان احنا نحاق الاسعار شايف انها هتكمل في الانقفاض او على الاقل نتيجة اللي حضرتك قلته مش هيبقى في عودة للارتفاع مرتين الا لو زادت الاعلاف اتمنى الكنام ده ان شاء الله وان السعر المنباري حضرتك كان بـ 3031 مفروض تبقى تصل الى المستالك 3536 البيض كان 51 جنيه ونص اللي بيض اللي احمر كان بـ 53-54 النهاردة البيض اللي بيض بـ 48.5 يعني بقى 53 البيض اللي احمر بقى 50 يعني بقى 55 56 تيه تراجف وكل شيء 3-4 جنيه بالنسبة للبيض لكن الدواج حصل في الخطاب الكبير ان شاء الله بشكل كبير بشكرك فندم شكرا جزيلا دكتور عبدالعزيزي السعيد طيب خلينا نكمل مع حضرتكو الانخفاض وزي ما بقول لحضرتكو كده في حاجات بتبقى بشكل مباشر ما فيش مواطن ما بيتعملش معاها زي البيض وزي الدواجم وزي اللحمة وزي القدر وزي الفكهة لكن مسألة الحديد ومسألة الأسمنت وووو بتبقى لكنها بتبقى مؤشر طبعا لحاجات تانية لكن زي ما بقول لحضرتكو ما بلاي أي تراجع ده شيء بيسعدني أنا شخصيا فليني راحب الأستاذ حاتم نجيب نائب رئيس شعب القدروات والفكهة ونشوف أخبار القدروات والفكهة حاتم مسألة خير يا فندم على كل متابعيكم مرسل على أهلا بحضرتك أسعار الخدار والفكهة من وقت للتاني بحبك تبقى معايا على التليفون عشان نقول للناس الأسعار إيه هل في ثبات ثبات في الأسعار أم تراجع أم ارتفاع في بعض السلع الحمد لله رب العالمين عندنا ثبات بشكل نزدي وعندنا انخفاض في بعض المنتجات لأن احنا دلوقتي في زروط ويعني في أعلى أكتر مما هي عليه الآن حتى نحن نحب نوضح عندنا مزيد من المشاريع الزراعية عندنا بالأمس القريب الدولة حريصة وبتبزل كل الجهد عشان يبقى فيها عندنا توسعات وفقية وتوسعات رأسية رسعات وفقية من خلال المشاريع اللي السادة الرئيس طبعا بيختزحوا كانت السابق مشاريع تم افتتاحها ولكن الآن الدولة حريصة على المواطن أن يتوفر المنتجات اللي هي اللي بتزرع في مصر بكثافة عليك بكنات كبيرة أقدر حاجة شهدت انخفاض اليومين دول إيه أستاذ حال إحنا عندنا بعض الأصناف زي الطماطم والبامية ورق العنب اللي كان عليهم يعني كلام كتير جدا مخفصا للإعلام دول انخفضوا طبعا نسبة من 30 إلى 50% عندنا الأصناف التانية من 20 إلى 60% نعم نعم وعندنا بعض الأصناف التانية الطماطم النهاردة جملة من 4 إلى 6 تجزئة من 8 إلى 10 آآ الورق العنب من 11 جنيه من 8 جنيه لـ 11 جنيه جملة بيبدأ من 11 إلى 15 تجزئة عندنا من 20 إلى 25 جملة بيبدأ تجزئة من 27 إلى 30 كل ده على الأليات العرض وطلب ولكن احنا بنقول البتنجان 3 كيلو بعشر جنيه بصل 3 كيلو بعشر جنيه 2 كيلو بطاطس في الأسواق التجزئة بعشر جنيه عندنا مزيد من الانتاج من الفلفل لأن كان عليه ضغة برضه الخيار نفس الموضوع عندنا 3 كيلو لـ 12 كيلو بعشر جنيه فاحنا بنقول للناس تطمئن طب الفكرة كلمني على الفكرة المشمش وما قدراكم المشمش زي ما بقوله المشمش لا المشمش موجود وخير ربنا كتير المشمش النهاردة جملة بيبدأ من 7 جنيه لـ 8 جنيه تجزئة من 10 إلى 12 الهوخ من 5 جنيه لـ 7 جنيه بيبدأ تجزئة من 8 إلى 10 عندنا كل الأصناف الفواكت البطيخ النهاردة البطيخة بتبدأ من 10 جنيه لغاية 50 جنيه على حتب يعني الحجم تحق ده رخصة البطيخة كنتالوب من 2 جنيه نص و 3 جنيه يا فندم يا مدام يا عزة الكنتالوب من 2 جنيه لغاية 4 جنيه و 5 جنيه طيب عايزة ناقشك في حاجة بعد إذنك رأي حضرتك إيه في أنه سيادة الرايس من يومين في افتتاح مشروع مستقبل مصر طرح أنه يكون فيه أكونا يعني متأكدة أنه من غير ما يبقى عندي معلومة أن ده حيحصل في القريب العاجل جدا طرح أنه يبقى فيه أكتر من سوق جملة في مصر دو يا فندم بيبقى فيه زيادة تنافسية وإحنا ما بنقولش أنه ما بقاش فيه سويقات تجزئة وجملة ولكن المهمة عندنا دلوقتي أنه نرفع الأسواق العشواقية الغير مراقبة من الدولة وده الدولة دلوقتي هي يعني حديثة على هذا الفكرة الفكرة بتاعت وجود أسواق يعني أكتر مش هيبقى سوء العبور وإيه سوق أكتوبر مثلا فقط يعني هيبقى فيه أكتر من سوق أكتر من مكان ده حيخلي يا فندب السلعة تصل ليد المستهلك بسعر أرخص ويستمر للخفاض طبعا إحنا النهاردة نبقى فيه زيادة تنافسية ويبقى فيه عندنا زيادة معروض من كل المنتجات وإتاحة للمواطن بشكل بأشكال متعددة جملة ونص جملة وتجزئة إحنا بنقول أن الجملة هي الجملة اللي بره خارج أسواق العبور وأكتوبر لماذا؟ لأن إحنا الواقعية الحقيقية لسعر المنتج اللي هو موجود داخل الحقل أن الفلاح بيجيب المنتج بتاعه يسوقه من خلال أسواق العبور وأكتوبر وإحنا بنبيع بنسبة عمولة يعني إحنا نعم نعم ولكن ما بعد ذلك هو ده اللي الدولة حريصة أن هي تنظمه وتطوره بشكل إيه؟ إن أنا بأحمل زيادة في العرض في العرض وبأحمل بأزبط قليات السوق من خلال زيادة المعروض من خلال زيادة المعروض بالضبط يا ظن بالضبط وده اللي إحنا كنا بنتكلم يا سوزة عزة سابقا إن إحنا بنقول الأسواق العشوائية هي الخطر على أن يبقى فيه عندنا ارتفاع في الأسعار لأن دول غير مراقبين الأسواق العشوائية اللي هي دي اللي إحنا عايزين نعرف نطلحها من داخل القيارة الكبرى ونستبدلها بالتنظيم اللي طبعا يعني فخمت الرئيس طبعا مين مين اللي يقوم بالتنظيم والقضاء على فكرة الأسواق العشوائية طبعا يعني الأسواق العشوائية المحليات طبعا هي بالمقام الأول طبعا فيه شغل دلوقتي لبردو يعني الحصر هذه الأسواق واستبدالها بأسواق تكون نموذجية بحيث أن المواطن يخش فيه زيادة تنافسية بنخرق صفرص عمل جديدة نعم يبقى فيه طرحة الكميات أكبر من خلال هذه الأسواق مش بقى من خضارة فكرة بس وكل السلعة الغذائية بنعمل توازن في كل المنتجات ده بيجدر أليات السوق إن هي تنظبط وبيبقاش فيه أي حد بقى فيه ارتفاعات غير مبررة من بعض قلة قليلة أو ممارسات خطيئة فإحنا ده اللي إحنا بنقول عليه ولكن هي الأسواق العشوائية لكن سوق العبور وسوق أكتوبر دي أسواق مراقبة من الدولة ولكن برضو لابد نحن نقول إن سوق العبور إذا كنا إحنا الدولة حريصة على المواطن طبعا سوق العبور وكل التجار الشرفاء هم مع الدولة طبعا يعني بجنبا بجنب وإحنا دايما مع القيادة السياسية ومع كل الجات المعنى وجاتها تصل اللي إحنا يهمنا في المقام الأول المستهلك لا إن أنا مستهلك برضو طبعا طبعا إحنا كلنا مستهلك كله كله وعلى فكرة المستهلك طبيعي جدا إنه يهم وإنه حضريتك تكسب لكن بنتكلم على النسب فيها قدر كبير من العدل بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حد من نجيم بشكرك طيب خلينا نكمل مع حضراتكم ملف التراجع وإنهار دا فيه تراجع فيه أسعار الحديد وارتفاع فيه أسعار الخشب خلينا نشوف هل فيه تراجع فيه مواد أخرى أم لا رحب الأستاذ أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة نساء الخير أهلا بحضرتك أهلا بي بالفعل كما قرأنا فيه انخفاض وتراجع فيه أسعار الحديد في الحقيقة فيه انخفاض وتراجع خلال التطرة الحالية نسبة تأدي الحديد تراجع سعره من عشرين ألف جنيه نهاردة وصل لتمنتاشر ألف جنيه سعر الطن للمستهلك أي وأرض مصنع يعني من سبعتاشر مئتين لتمنتاشر مئة وسبعين حد أقصى لو جينا نحسبها نسبة فيما يعادل حوالي عشر إلى اتناشر في المئة انخفاض خلال الشهر الحالي أسباب للإنخفاض من وجه نظر الحديد الأسباب للإنخفاض الخاصة بالحديد أكثر من سبب السبب الأولاني هو انخفاض الأسعار العالمية الكام البلد والخردة وخام الحديد نتيجة للعقوبات اللي على روسيا فروسيا خفضت كام البلد عندها لـ 600 دولار أو بما يوازل في الدولار احنا نزلنا 1800 جنيه المفروض ان احنا ننزل كمان معانا من 1000 1800 جنيه المفروض في الخفاض تاني في الأسعار قادمة اه ان شاء الله الحاجة التانية توجهات السيد الرئيس باستثناء مستلزمات إنتاج المصانع من قرار البنك المركزي فده أدى لسهولة الاستيراد وتوفير المادة الخام رقم ثلاثة قرار البنك المركزي بتسبيه سعر الصرف وعدم زيادة سعر الدولار ان كان كله متوقع ان الدولار هيوصل عشرين وواحد وعشرين جنيه كل الناس كانت معلية اسعارها كل الاسباب دي اه تهدت من خفاض الاسعار بالاضافة لاحجام المستهلك وشركات المعاولات عن شرى الحديد والاسمنت ومؤدل بنفس صفة عامة نتيجة لارتفاع اسعارها ده ما يخص الحديد ما يخص الاسمنت عندنا تراجع فيه من مية لمتين جنيه للطن ايه اه كان سبب التراجع فيه شركة وطنية تبع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة نعم اه موقعها في وصف الصينة هفضت اسعارها الالف وخمسين جنيه للطن مساهمة منها فيه انخفاض اسعار السوق وبالتالي بدأت كل الشركات انها تخفض اسعار ارتفاع الخشب ارتفاع الخشب احنا طبعا عارفين الخشب ده مستورد بنسبة مية في المية مية في المية اه بيبقى عالي حسب الاسعار العالمية والعرض والطلب يعني فيه جزء بيبقى مبرر وفيه جزء بيبقى غير مبرر ايه مبرر يعني قصد الارتفاع حضرتك كمسؤول او كايدك في الموضوع زي ما بنقول بتقتنع باسباب ايه وما بتقتنعش باسباب ايه انا مقتنع بالاسباب النهاردة اما الاسعار العالمية بتطلع الناس بترفع الاسعار الاسعار العالمية بتنزل ما حدش بينزل الاسعار ايه دي المشكلة اه بيبقى فيه تعاقدات قديمة وموجودة وبقولوا الاسعار الكفاءة طب انت الشحنات اللي عندك كلها اه الاسعار ما زلتش عليها ايه بالاضافة ان بقى فيه اه التحكم من بعض التجار او الاشخاص ان ما يدوش المصنعين الكميات اللي هم عايزين كان كان تخوفا برضو من تدبير العملة والتحولات واسعار السرب ايه فالاجراءات دي كلها احنا قلنا الخشب برضو ضمن مستلزمات الانتاج فده برضو اه هيقدي اه حصل الله اساسنا هيقدي للوفرة يعني احنا الوفرة هي الاساس طبعا طبعا يعني لو متليه حتى تتوقع انخفاضه اه بالضبط بالضبط ان شاء الله الفترة الجاية يعني احنا نصبر وما نمشيش ورا الاشعاعات وان كل واحد دايما انا اقول كده صبرا كده ومهلا الى مصر ان شاء الله بإذن الله لانه الخشب كمان بيترتب عليه حاجات كتيرة كمان اساس احمد كل حد النهاردة الخشب احنا بيستخدمه في مواد البناء نعم نستخدمه في شركات المأولات يعني في الاسفو في الانداد بنستخدمه في البيت في الصناع كل المقاولات ابواب الوحدة احنا يعني جزء كبير من الخشب جوة الوحدة اللي نستخدمه فيها سواء ابواب او مولية او سردود او ارضي او حتى ارضيات او ارضيات طبيعي اه 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 لكن حضرتك بخبريتك شايف انه ان شاء الله حينقفض ايه اسعار ان شاء الله ان شاء الله حينقفض بس مطلوب من البنك المركزي الحسلع الاساسية دي ايه ان احنا نيسر لهم التحويلات تحويلات اه عشان نقدر ان هما نستورد بدل انا ما استورد الرسالة تقعد شهرين ثلاثة على ما تيجي ايه لا انها تجيلي في شهر لان الفاترة دي النهاردة لو الخشب اللي عندي خالص ولست على ما البنك المركزي وافي هيبقى فيه هيبقى فيه فجوة فيه فجوة هتعمل مشكلة حتى لو الاسعار نزلت اسعار نزلت برا هيبقى فينا هيبقى فينا وما بقى فينا سيبقى في الاتفاع بسطيع العرض وطلب طبيعية نعم 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 بشكرك فاند بشكرك وستاذ احمد الزيني شكرا جزيلا طيب خلينا نطلع فاصل ونتواصل مع حضرتكم بعد الفاصل رحب حضرتكم مجددا وعايزة بس اقول ويا رب كده نتطمن على الأستاذ مفيد فوزي لأنه بحاول لأتصل بحنان علشان نعم لها مداخلة تطمن على حالة الأستاذ مفيد فوزي لأنه ضبقا لتصرحات حنان أنه وصيب بجفاف شديد وموجود في المستشفى متعلق له تحليل وده بسبب أنه الصدمة في رحيل صديقه العزيز سمير صبري الفنان الجميل الله يرحمه وأيضا كاتب الصحفي العظيم الأستاذ صلاح منتصر حنان كانت بتقول أن ده دي الأسباب اللي كانت يعني عملت مشاكل للأستاذ مفيد فوزي فإحنا محتاجين نتطمن عليه وألف سلام عليك أستاذ مفيد إن شاء الله تقوم وتبقى زي الفل إن شاء الله فيه كمان حقيقة عايزة أتوقف عن تصريح التصريح خاص بدكتور أحمد كريمة دكتور أحمد كريمة رده قال إن على الزوج يعانت زوجها على الزواج بأخرى بدل من ارتكابه الفحش يعني مش فاهم مش فاهم وبحاول أتصل بإيه دكتور أحمد كريمة إن شاء الله يبقى معنا في مدخل بكرة أفهم منه إيه المقصود لكن اللي لفت نظري في الرد على كلام دكتور أحمد كريمة اللي أنا بقول لحضراتكم مش فاهماء مش فاهمة يعني إيه زوج يرتكب فحشة أصلا زوج متجاوز يرتكب فحشة إيه دي برضو أنا مش وصلاني لكن اللي اتفاجئت في الرد وأحيانا بيبقى الواحد يعني هو مبسوط إنه بيسمع كلام لكن بيبقى حزين إنه بيبقى بيسمعوا الأول مرة وإنه الكلام ده موجود عندنا دكتور أمنا نصير ردت على الكلام وقالت القاتي قالت إنه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تضررنا من الضرائر ووجدنا في مشقة كبيرة يعني اللي دايما بيقول إنه سيدنا الرسول عمل كده فأول مرة نعرف يعني حتى العام مش للناس المتخصصة إنه أزواج سيدنا رسول عليه الصلاة والسلام زوجاته تضررنا من الضرائر خليني أراحب دكتور أمنا نصير دكتور أمنا مساء وقير فان مساء النور على حضرتك أهل المساء وحشانة يا دكتور أمنا وحضرتك وحشانة والله يا مستاذ عز حبيبت قلبي أنا أول مرة أسمع الحقيقة رد حضرتك بأنه زوجات سيدنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إنه هم كانوا في حل الضرر من إنه كل واحدة ليها ضرر نعم هذه فترة المرأة يا أستاذ دي حقيقة لا أكديلي على الكلام اللي أنا قلته لا هو مش تعتضرر بهذا لكن كان يحدث نوع من الاختلاف على حبه صلى الله عليه وسلم وعلى امتلاك وقت بطبيعة المرأة بطبيعة المرأة نعم والحقيقة يعني أنا ما ذكرتي نسبة للدكتور دكتور أحمد كريمة الدكتور كريمة نعم يعني هو رجل متزوج نعم ليه يعني يرتاكم بالفحيشة لقدر الله ما انت معك زوجة أي وهي الزوجة اللي عادت زوجة زوجة أخرى طب هي تقوم بواجبها نعم أليس من واجبها أنها يعني تغني هذا الزوجة عن أي حرمان مم بدل من أن تبحث عن زوجة أخرى نعم يعني الحقيقة يعني التصريح مش عارفها بلعوة أي لا هو من طبيعة المرأة أنها تبحث لزوجها على زوجة أخرى نعم ولو هو متزوج أنه لا تشبعه بما يريده نعم نعم وده كان تصريح دكتورة أمنة المرأة مرأة بالتأثير يعني تصريح حضرتك أنه على زوجات سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه المرأة مرأة كلميني على حضرك قلتي مش الدرر بمعنى الدرر السيء لكن فكرة من الغيرة على حب كل زوجة لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام دي كمان طبيعة المرأة العادية أنه المرأة العادية طبيعي أنها ممكن تكون بتحب زوجها فبالتالي مسألة الدرة أكيد بالنسبة لها عبء نفسي مش طبيعي بكل المعايير وكل المقيس يعني مسألة لا ترد الزوجة لدى زوجها هذه التجربة وكنت أود من صاحب التصريح أنه كان يدرك طبيعة المرأة التي تحب زوجها بأنها تحب أن تكون هي وحدها لا دا هو في في البعض بيقول دا من حبها لزوجها تجيب له زوجة تانية وتشوف له عروس لا لا دا مش حب دا لا دا سزاجة دي لا هذا ليس دا تبرير فيه سزاجة شوية أي في مصلحة مين الزوجة التانية يعني ليه توني الوقت ليس لمصلحة أحد أولا بتوجد في البيت فتنة وبتوجد في البيت غيرة وبتوجد في البيت أن الزوجة الأولى لن تكون راضية لا في تربية أولادها ولا في علاقتها بزوجها الحقيقة كنت أود أن يكون هناك تصريح يدعم البيوت على الهدوء ولم الشمل لو استقرار الأسرة وعلى الاستقرار وليس على زعزاعة البيوت البيوتنا مش نقصة زعزاعة والله صحيح للأسر صحيح تمام شكرك دكتورة أمنا نصير أنا كان مهمة قوي من حضرتك تأكديلي على تصريحك وحضرتك أضفت الحقيقة إضافة عظيمة جداً ونحاول بكرة إن شاء الله يكون معنا دكتور أحمد كريمة ونتناقش معاه عن التصريح اللي هو قاله إنه على الزوجة يعانت زوجها على الزواج بأخرى بدلاً من ارتكابه الفحشة لو فيه نصيبه هيكون معي بكرة على التليفون دكتور أحمد كريمة طبيعي إن أنا لازم أسأله لو زوج بنتك طلب إنه يتجوز على بنتك حضرتك هتوافق وبنتك هتوافق ولا لأ؟ لو هيبقى معنا بكرة حنسمع منه لكيب شكراً حضرتكو شوفكو بكرة على خير مع تحياتي عزة مصطفى وإلى اللقاء